لا تتوقف المعارك في الجوف بل تزداد حدتها اتساعا من وقت إلى آخر حيث تتواصل المواجهات بين الجيش الوطني والميليشيا في جبهة عدة معارك الساعات الأخيرة في المتون أظهرت تمكن الجيش الوطني بعد معارك عنيفة من استعادة منطقة الجرعوب التي كانت تسيطر عليها الميليشيا حيث أدت المواجهات إلى مقتل وجرح ستة من عناصر الميليشيا وفق مصادر محلية فيما لا تزال المعارك محتدمة في محيط قرية المعيمرة وفي مديرية المصلوب تمكنت قوات الجيش الوطني بعد مواجهات عنيفة من صد هجوم مباغت شنته الميليشيا على منطقته وقز وسداح غرب المديرية المواجهات أدت بحسب مصادر محلية إلى تدمير عدد من آليات الميليشيا بعد قصف الجيش لمواقع تمركزها هناك وفي محاولة لردم آثار الحرب التي تشنها الميليشيا على المديرية تواصل الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني في المصلوب عمليات نزع الألغام حيث تؤكد المصادر قيامها بنزع مئات الألغام التي تمثل عائقا أمام استمرار الحياة لمئات الأسر التي تسكن المديرية